رجل يقول في قريتنا يتم زواج البنات وهن صغيرات غير بالغات فما حكم الدين في هذا الزواج خاصة أن الفتاة قد لا تدرك معنى الزواج وهل هناك سن محددة يجيزها الشرع لصحة عقد الزواج ولماذا قررت بعض الدول سن معينة قد لا تتفق مع ذلك التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج حتى جاء في أوروبا ديستانيان فحدده باثنتين عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد وإذا كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية في أوروبا كما حدث في زواج ماري سوارد بهنر الثامن وسنها ست سنوات لكن الزواج المبتر كان منتسرا في بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته في العصر الحديث فالهيد التي تزوج الأجنة في البطول بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الإبن يخلص أباه من جهنم ثم انت الأمر عندهم إلى تحديده ومجاراتا بسنة التصور نزأت الدول إلى وضع سن محددة بالزواج وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق فتة الإسلام لم يضع سن محددة بالزواج وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام وهو البنور إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية وللظروف أثرها في العلامة الطبيعية يرى أن هذه السن لم يدعلها الإسلام أساسا بصحة العقد فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبطر به بأن يكون في أوائل سنوات البنور حيث يكون نبض الفتى والفتاه وذلك لعصمتهما من الانحراف ومع ذلك في التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التي تحتاج إلى عقل والرسب ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير على أن يراعى في التحديد كل الظروف وتجب طاعة إلى الأمر في فنفيذ القوانين والحرارات ما دامت فيها مصلحة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أفيع الله وأفيع الرسول وأولي الأمر منكم والله أعلم